في عصرنا الحالي هل هناك ما يمنع أن تتقلد المرأة مناصب عليا في الدولة؟ يا سيد الكريم الإشكال جاء من حديث الإشكال عند الناس جاء من حديث رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن ملك الفرس قد تولت ابنة مكانه قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأ فبعض العلماء قالوا هذا الحديث خاص بتلك الواقعة يعني كأن النبي يستبشر بأنه سينتصر عليهم يعني خالص فزنا ما دام ولوا البنت إحنا راح نغلبهم وكأن النبي يشيع في من حوله الروح المعنوية وناس قالوا له هذا الحديث على عمومي أن المرأة لا تتسلم الولاية العامة شو يعني الولاية العامة؟ إنها تكون ملك إنها تكون رئيس جمهورية لكن لو كانت رئيس وزراء يعني فوقها إنسان أعلى منها ما في مشكلة أكثر أكثر من ذلك أكثر من ذلك في زمن سيدنا عمر ومع الأسف هذا الكلام أنا بعرف راح يقول لك ضعيف وما ضعيف ومش عارف شوه كان هناك امرأة في زمن سيدنا عمر اسمها الشفاء وكانت سميت بالشفاء لأنها كانت ترقي تقرأ على الناس والله سيدنا عمر موضوع السوق يعني وزير التجارة وصناعة ثبتة الرواية كان به ما ثبتة الرواية نقول ليس هناك نص يمنع المرأة أن تتولى أن تتولى ما عدا الولاية العامة الولاية العامة ليس انتقاصا من المرأة ولكن كما أطلب من امرأة أن تحمل يعني طاولة وزنة مئة كيلو الولاية العامة ثقيلة فالإسلام قالها موضوع الولاية العامة اتركيه للرجل ليس انتقاصا منك ولكن لأن الثقل يصعب عليك أن تقوم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم المرفض يولي أبو الدرداء قال إنك امرؤ ضعيف وإنها يا أبا ذر وإنها يا أبا ذر أمانة أبو ذر يذكر رجل وما ذلك ما وله ينقول انتقص من أبو ذر ينقول لا الأمانة المسؤولية أمانة كبيرة يصعب على أبي ذر أن يتولاها ولا يعيب أبا ذر لا في رجولتي ولا في صحبتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رفض أن يوليه فالولاية العامة الإسلام قال للمرأة أن هذه لا تصرح لك لأنها ثقيلة بيجيك واحد بيقول لك طب إحنا اليوم شايفين والله هاي ميركل بألماني على اليوم صح إنها واحدة زيها مزبوط صح وتاتشر كانت المرأة الحديثة مزبوط صح ولكن الإسلام دائما وأبدا يعطي الحكمة للغالب الشائع وليس الاستثناء وليس القليل المائع يعطي الحكم بشكل عام قد يوجد كما يوجد ما بين الرجال وناس لا يصلحون للولاية قد يوجد بين النساء من تصلح للولاية ترجمة نانسي قنقر